خلينا بقى نكمل معاك كريم ونروح لمباريات المجموعات الأولى يلا المجموعات الأولى والتانية كمان من الجولة التالتة والأخيرة من مرحلة المجموعات في المونديال اللي شاهدت أول إنجازات القارة الصمراء بعد ما تأكد بالفعل وصول منتخب السنغال وسود التيرانجا دي منافسات الدور الثمن النهائي بفوز غالي جدا 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 على المنتخب الإكوادوري بهدفين مقابل هدف في واحدة نقدر نقول إن هي من أقوى وأحلى مباريات كأس العالم وأشدها إطارة حتى هذه اللحظة اللي حصل كان آتي تقدمت السنغال بهدف سجله إسماعيل أسار نجم نادي واتفورد الإنجليزي من ركلة جزاء تعادل بعدها في الشوط التاني منتخب الإكوادور ثم أضاف المدافع الكبير كوليبالي نجم تشيلسي الإنجليزي هدف الفوز اللي أهل أبناء المدرب أليو سي سي إن هم يتأهلوا لدور الستاشر عشان يواجهوا منتخب إنجلترا اللي تصدر المجموعة التانية طبعا بعد الفوز اللي حققوا على ويلز بالأمس الحقيقة إحنا ممكن نكون يعني بنحضر أو بنشهد دحاصات تاريخية لأن اللي إحنا بنتكلم فيه ده ما حصلش قبل كده تأهل ثلاث فرق من إفريقيا للدور ثمن النهائي ده إنجاز كبير وأكيد حيبقى إنجاز غير مسبوء كمان أول مرة يحصل في تاريخ المونديال وغانا وبنتمنى إن ده يحصل تشوء الله